اشتركوا في القناة 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 يا هذا لو علمت اي ليلة تلك الليلة التي سهرت وتعبت ونصبت وانت تقرأ كتاب الله او تقرأ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتحفظها للامة الا تعلم ان الملائكة تتنزل لانك في عمل صالح يرفع فتفتح له ابواب السماء هذا الذي تجلس من اجله وهذا الذي تكتبه وهذا الذي تسمعه وهذا الذي تقرأه ذكر لك في الدنيا وذكر لك في الاخرة هذا الذي تقرأه وتسمعه وتنظره وتعيه وتفهمه ترفع به درجتك وتكفر به خطيئتك هل شعرت يوم خرجت من بيتك انه ربما تخرج الى مجلس من مجالس العلم وانت اصدق ما تكون مع ربك ينظر الله الى قلبك وليس فيه احد سواه وقد تخرج وانت في خضم الشواغل والمشاغل وقد تخرج وانت سهران الليل فتقول اريد ان ابقى على سهري لارضي ربي فتخرج الى هذا المجلس لله وفي الله لا رياء ولا سمعة فتبعث الملائكة لتشهد على عملك الذي عملت فيه ربك فاذا بك في هذا المجلس تخط لك الحسنات وترفع لك الدرجات فيا لله كم من طالب علم رجع الى بيته كيوم ولدته امه ويا لله من طالب علم خرج من اجل ان يقرأ القرآن وان يحفظ القرآن لامة محمد صلى الله عليه وسلم وكأن لسان حاله يقول اشهدك يا رب اني اريد ان احمل كتابك بين صدري بين دفتي صدري لوجهك وابتغاء ما عندك ومنهم من خرج من بيته ليتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكأن لسان حاله يقول يا رب غفلت الناس ولهت بالدنيا واني اريد الاخرة اريد ما عندك اريد رحمتك اريد فضلك اريد الدرجات العلا من الجنة اريد ان اتعلم العلم الذي يقربني اليك رب ما خرجت من بيتي لا اشيرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة خرجت لك ولوجهك وابتغاء مرضاتك فارفع درجتي وكفر خطيئتي وبارك لي في علمي اجعله علما شافعا نافعا يوم لا ينفع مال ولا بنون اين انت من هذه الرياض الزاكية اين انت من هذه المجالس التي فيها الدرجات العلا من الجنة يسأل الله ملائكته وهو بخلقه عليم فيذكرونك تصعد الملائكة الى ملك الملوك وجبار السماوات والارض ما سألهم عن الذين شيدوا ولا عن الذين بنوا ولا عن الذين سادوا في الدنيا ولا عن الاغنياء ولا عن الاثرياء ولا عن العظماء سأل عن من جلس في مجلس يذكر فيه الله فحفتهم الملائكة واشيتهم الرحمة لانهم جاءوا متاجرين مع الله فارتفعت هذه الملائكة الى ربها فيسألهم الله الله اكبر هذه مجالس العلم التي تنام فيها الخمول التي تخمل فيها اين انت اين انت انت تعامل ملك الملوك والله الاولين والاخرين يسأل الله ملائكته البررة الحفظة عن هؤلاء الذين جلسوا في بيت من بيوته ما جلسوا للدنيا ولا جلسوا للبيع ولا للشراء ولا للاخذ ولا للعطاء ولا للشعر ولا للنفر ولا للتباهي جلسوا ليتعلموا شيئا يقربهم الى الله فيقول الله جل جلاله في اخر الامر وما ادرك ما اخر الامر فاخر الامور التي بينك وبين ربك كلها خير وكلها نفحات ورحمات وود وبر يقول الله لهم ماذا يسألونني ماذا يسألونني من هم هؤلاء القوم ما هي حاجتهم الله اكبر هل شعرت وانت تجلس الساعة والساعتين ان الله يسأل كما جلست في مجلس هذا العلم كما احببت العلم واهله وتقربت الى ربك وخالقك بهذا العلم فانظر اين منزلتك يقول الله تعالى ماذا يسألونني قل يسألونك جنتك قال وهل رعوها كيف لو رعوها لكانوا اشد طلبا لها ثم في اخر الحديث يقول الله لهم قد غفرت فيقول تقول الملائكة يا رب ان فيهم فلانا عبدا خطاعا كثيرا ذنوب مر فجلس معهم قال وله قد غفرتهم القوم لا يشقى بهم جنيس هذا الذي تنام ويصيبك الخمون عنه شهد الله من فوق سبع سماوات ان صاحبه لا يشقى العلم هذا اي شيء اي شيء هذا العلم اغنى الله العلماء فليس هناك احد في هذه الدنيا والله اغنى ممن علم وصدق في علمه والله الذي لا اله غيره ولا رب سواه لو خير العالم العامل بعلمه بين صفحة من صفحات هذا العلم من الكتاب والسنة وبين الدنيا وما فيها من مالها وثرائها وجاهها وانسها وبلخها والله نختار الصفحة واعتز بل انه يرى انه لا يمكن ان يلتفت الى هذه الدنيا اي شيء اعطاك ربك اي شيء ترتج له السماوات السبع العلاء الا تعلم انك لو طلبت هذا العلم وعطيته حقه ونبذت الكسل والخمول واقبلت على ربك بصدق وجد واجتهاد واظهرت لله انك تعظمه وتعظم هذا العلم الذي تطلبه ان الله يفتح عليك باب سعادة لا تشقى بعدها ابدا وان الله يفتح عليك بهذا العلم باب رحمة لا تعذب بعدها ابدا لقد طلب اقوام العلم فصدقوا مع ربهم فصدق الله معهم فيالالله من قبور تنورت لاهلها بالعلم والعمل يا لله من اقوام ارتحلوا من الدنيا وبقيت اثارهم وعلومهم ترفع بها درجاتهم وتكفر بها خطيئاتهم يا طالم العلم استفق من المنام وانتبه من الغفلة وتذكر ربك ذا الجلال والإكرام ان الاسع والشجاع اننا ما قدرنا الله حق قدره ما اسفنا على راحة الابدان ولا على صحبة الخلان ولا على ما يكون وما كان ما اسفنا والله الا اننا ما قدرنا الله حق قدره هذا العلم ليس محلا للخمول هذا العلم ترجف به القلوب كيف تنام وأنت في ذكر الجنة والنار كيف تنام كيف يلذ النوم من لا يعلم يسلم فيه اخراه أو لا يسلم كيف تتلذد بالراحة والخمول وأنت في سعة الله عز وجل التي تنتظرها أمة من بعدك عار على طالب العلم أن لا يقدر الله حق قدره لقد فاتت الدنيا ومضت بزينتها وزخارفها فتبا لدنيا أبعد الطالب علم عن الله وطوبا ثم طوبا لمن عظم الله حق تعظيمه وأجل الله حق جلاله وعرف لهذا الحلم علم حقه وقدره يا طالب العلم اتق الله وعلم أن الله مطلع على سريرتك فإذا أردت أن تطلب العلم فاملأ قلبك تعظيما لله وخشية لله تكن من السعداء الفائزين الأولياء الأصحياء الأتقياء إن العلم ليس لله ولا للخمول إنا سنلقي عليك قولا فقيلا وعلم أنه لا يأتيك الكسب والخمول إلا بسبب الذنب ولا يأتيك الانصراف عن العلم إلا بسبب الغفلة ودواء ذلك ما أرشدك إليه ربك أكثر من الاشتغفار والتوبة إلى الله عز وجل وقل للهما إني أعوذ بك أن تحرمني خير ما عندك بشر ما عندي سل الله أن يغفر ذنبا يحول بينك وبين العلم فليس هناك حرمان أعظم من حرمان العلم والعمل اللهم بعزتك وجلالك وعظمتك وكمالك نسألك علما يقربنا إليك اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وأمننا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اشرح بالعلم صدورنا ونبر به قلوبنا وسدد به ألسلتنا وعصم به جوارحنا وخذ به بنواصينا لكل عمل يرضيك عنا اللهم إنا نسألك علما يقربنا إليك اللهم اصرف عنا في العلم كل ما يحول بيننا وبينك نعوذ بوجهك من الرياء نعوذ بوجهك من الرياء نعوذ بوجهك من الشمعة اللهم اجعلنا من خافك واتقاك وابتغى رضاك فألهيته عن كل شمعة ورياء واملأت قلبه بتقواك وخشيتك فجعلته من الأصياء اللهم اخذ بنواصينا لما يرضيك عنا اللهم اجعل حظنا في هذا العلم أوفر الحظود اللهم اجعل حظنا في هذا العلم أوفر الحظود واجعل علمنا شافعا نافعا يوم لا ينفع مال ولا بنول إلا من أتاك بقلب شديد اللهم سلم